أخبار العراق اليوم السبت 5-3-20-22 السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق قبل البدء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتوصلكم الأخبار العاجلة والحصرية بالفيديو وزير الدفاع ينفعل أمام مراسل قناة فضائية تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لإنفعال وزير الدفاع جمعة ناد سعدون أمام مراسل قناة فضائية المرجع السستاني يصدر بيانا جديدا أصدر المرجع الديني السيد علي السستاني بيانا جديدا حول التفجير المرجع الذي استهدف مسجد كوتشاري سالدارا بمدينة بيشاور الباكستانية وذكر المكتب الإعلامي للسستاني في بيانا أن الحادث المرجع الذي وقع خلال صلاة الجمعة الذي أسفر عن استشهاد عدد من المصلين الأبرياء وإصابة العديد منهم بجروح يبعث على الأسف والأسى البالغين وأضاف بهذا الحادث الجلل أتقدم إليكم وإلى ذوي الضحايا بالتعازي الصادقة وأدعو الباري تعالى أن يتغمد الشهداء في وازع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمنى على الجرحى بالشفاء العاجل وأكد أن الحوزة العلمية في النجف الأشرف والمرجعية العليا للشيعة تنددان بهذه الجريمة البشعة التي تستهدف وحدة المسلمين وتدعوان الحكومة الباكستانية إلى التصدي للظلم وجرائم الجماعات الإرهابية حماية للشعب الأعزل وأن تعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بهذا المجال وأن لا تسمح بتعرض التجمعات الدينية لمثل هذه اللاجمات العنيفة والوحشية التي ترتكبها الفرق الهمجية المتطرفة تستمر ليوم الاثنين محافظات عراقية على موعد مع موجة غبار كثيف ورياح شديدة أفاد المتنبي الجوي صارق عطية بتقلبات جوية وموجة غبار شديدة ورياح شديدة في وسط وجنوب العراق وقال العطية في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه من فجر ونهار الاثنين ستتعرض مدن الوسط والفرات الأوسط والجنوب لنشاط عال بالرياح السطحية الجنوبية الشرقية مع تقلباتها إلى شمالية غربية مما يسبب تشكل موجات من الغبار الذي من المتوقع يكون كثيفا يقلل من الرؤية الوفقية بسبب الفوارق الحرارية وأضاف أن نشاط الرياح سيستمر حتى نهار الاثنين ويخف ليلا مبينا أن الموجة المتوقعة تعتبر أخف شدة من موجة الغبار التي اشتاحت البلاد يوم الخميس الماضي للعلم وحذر عطية من السفر ليلة الأحد الاثنين ونهار الاثنين برا وبحران انخفاض بأسعار صرف الدولار في العراق شهدت أسعار صرف الدولار اليوم السبت انخفاضا في الأسواق المحلية العراقية حيث جاءت أسعار صرف الدولار في محافظات الوسط والجنوب سعر الشراء 146900 دينار البيع 147300 دينار الرافدين يوضح تفاصيل منح قروض الإسكانة وضح مصرف رافدين تفاصيل منح قروض الإسكانة وذكر المصرف أن منح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية يكون على الرقعة الجغرافية لسكن المقترضة والاعتماد على موقع العقار المراد ترميمه موعد تمرير رئيسي الجمهورية والوزراء كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني مهد عبد الكريم تفاصيل جديدة حول موعد تمرير منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء وقال عبد الكريم إن الجلسة التي ستعقب جلسة فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية المقررة السبتة ستشهد المضي بالتصويت على رئيسي الجمهورية والوزراء بسلة واحدة وبين أنه سيتم عقد جلسة أخرى بعد ثلاثة أيام من جلسة فتح الترشيح لتمرير المرشحين لهذين المنصبين رئيس الجمهورية والوزراء وأوضح أن التحالف الثلاثي الديمقراطي الكردستاني والتحالف السيادة والتيار الصدرية سيكونون متواجدين خلال جلسة البرلمان اليوم السبت وستكون الأغلبية واضحة للعيان وقدرة التحالف الثلاثية على عقد الجلسة ائتلاف المالكي يكشف عن موقف العراق من التصويت لإدانة الغزو الروسي على أوكرانيا كشف ائتلاف دولة القانون عن موقف العراق من التصويت لإدانة الغزو الروسي على أوكرانيا وقال عضل ائتلاف كاظم الحيدري إن العراق امتنع عن التصويت لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا كون هذا الأمر له تداعيات خطيرة على المدى الطويلة خصوصا وأن الولايات المتحدة خاضت عدة حروب على دول مستقلة ولم تكن هناك إدانات دولية بهذا الشكل وأضاف أن الموقف العراقي الحقيقي هو ضد الحروب بأي شكل كانت لكن ما حصل في قضية روسيا هو أن قوات حلف الناتو نقلت صواريخها على الحدود الروسية وهو ما يعتبر تهديدا لروسيا وأشار الحيدري إلى أن امتناع العراق عن التصويت لن تكون له تأثيرات سلبية على الجوانب الاقتصادية والعلاقات الدولية لذلك فهو قرار موفق الحجد الشعبي تحدد موعد التحاق الوجبة الأولى من المفسوخة عقودهما حددت هيئة الحجد الشعبي موعدا لالتحاق الوجبة الأولى من المفسوخة عقودهما وقال رئيس الهيئة فالح الفياضة إن مديرية المالية العامة للحجد الشعبي تكمل توزيع الجرحى وخرجي الدورة الأولى من المفسوخة عقودهما على قواطع العمليات وتشكيلات الهيئة وأضاف أنه تم تحديد الإسبوع المقبلة موعدا لإرسال رسائل استقبالهم في ألويتهم ومديرياتهم الجديدة حيث يتم تسليمهم بطاقة الكيكارد تمرير موازنة 2022 يواجه معارضة برلمانية دون تخفيض سعر الدولار فيها أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون وجود أغلبية برلمانية تعارض تمرير مشروع قانون موازنة 2022 دون تحقيق شرط مهمة وقال الشمري إن هناك أغلبية كبيرة برلمانية تعارض تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2022 دون تخفيض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وأوضح أنه يجب على الحكومة الجديدة تقديم تعهدات على الأقل بوجود إجراء حقيقي يحافظ على الأسعار في الأسواق وخطط لتخفيض نسبة البطالة والفقرة وبين أنه بخلاف تحقيق هذه الشروط فلا يمكن لنا كنواب التصويت على مشروع قانون موازنة سنة 2022 فلا يمكن أن نكون جزءا من معاناة المواطن الذي صوت لنا من أجل العمل على تحصين حياتهم المعيشية على مختلف المستويات ترجمة نانسي قنقر